مصرع الطالبة تقطن بالحي الجامعي بوجدة إثرى شربها لمدة سام أفادت مصادر مطلع أن الطالبة تقطن بالحي الجامعي بوجدة لقية حتفها بعدما قامت بشرب مدة سامة وذكرت المصادر ذاتها أن الهالكة لفضت آخر أنفاسها وأسلمت الروح لبارئها بالمستشفى القرابي بمدينة وجدة وأشارت المصادر المذكورة إلى أن الطالبة المانية والتي تنحدر من مدينة جرسيف لا يتجاوز سنها 24 سنة وتركت حسرة كبيرة في صفوف زبنائها وأضافت المصادر أن الضحية كانت قيدة حياتها تتابع دراستها الجامعية في شعبة القانون بجامعة محمد الأول بوجدة وحسب ذات المصادر فإنه من المرشح أن تكون الطالبة قد قامت بوضع حد لحياتها بسبب شربها لمادة سامة كما أكدت المصادر على أن التحييريات لا زالت مستمرة من أجل الوقوع على ملابسات هذه الواقعة ومن أجل تحديد الأسباب والظروف التي كانت وراءها والتي جعلتها تشرب هذه المادة السامة وتضع حدا لحياتها فإننا لله وإننا إليه راجعون والله صبر عائلتها على هذا المصاب الجلد ترجمة نانسي قنقر